نقدم لكم يوما الباتشا البنات التي نعطيها للبنت في الأعياد و المناسبات كما رأيتها معي كما ترى الشعر البنت كرولي و حرية رش و أعطي نتيجة نتيجة جميلة نتيجة غزالة و ساعة معدودة أرى بنتي رجاه النعاس هذا هو الليلة للعيد و أرى كذلك نستعمل لها البنات يجعل الشعر صحي و قوي و لا تكسر نتيجة البنات تركت جميلة و أخينا نقول لكم عملتها ساعات معدودة يعني ما عملتش بزاك ما اللي خليتها ليلة كاملة سأعطيكم نتيجة جميلة موما البنات كيفما تشوفوا معي الشعر من بعد ما نغسلوه كنخليه فزق كنخليه عفوا نينشف تقريبا 70% يبقى فازق شوية يعني يكون ناشف كتر ما يكون فازق كيفما تشوفوا معي و كانت فرقوه على جنب الاذن يعني فوق الاذن كانت فرقوه بات الشكل هذا و كانت حاولون نجمع الطرفين الوحد جيهة كيفما تشوفوا معي البنات كانت قسموا هاكده كيفما تشوفوا معي كنعودو نجمعوه يعني كان قسم الشعر ان لقسمين طرف الامامي و طرف الوراء و كان عودو نجمعوهم بجوجه حد الأودن و كان عودو اللفه و طرف الامامي لعند التاني كان عاملو هاكده بالجبادة أول مرة نظيرهم جيدا لا يبدوا أن الشعر لنظيرهم جيدا كما لاحظتم نجيب المشطة و نقوم بعملها بطريقة هذه كما تلاحظون الشعر كما تلاحظون الشعر تلاحظون الفرق شاهدون الشعر والطاولة لا يمكن أن تضغب المشطة و نقوم بعمل المشطة و نقوم بأطراف الشعر يوجد أي سروال لديك يكون الاسيك و يكون هذا الاسيك نقوم بعمله في هذه الطريقة هذا يمكننا أن نقوم بعمل المشطة و تقوم بعمل المشطة وبعدها جميع الرجلين كما تلاحظون البناء الطريقة هي طريقة الذي يكون والاسيك يبقى شابر في الشعر و يضغط برفع الشعر و يعطي أخرى كما تلاحظوا معي البنات خليت شعر تقريبا جو ساعات او لجو ساعات وشي حاجة عاد غادي نهاد كل الشعر ديلا انتم ما تقدرو تخليه اكتر يعني تقدرو تخليه ست ساعات الاجئة ساعات الاجئة اخرى شحال ما بغيت وشحال ما خليتو شحال ما كي خرج مطلق اكتر كما تلاحظوا معي دابا غادي نعودو نعملو الجيهة الاخرى يعني غا نعودو اه كنقلبو شعر الجنات كتقول لكم لايك يا دائما عزيزة اليها تقول لكم عملو لايك بو حدي تصبح الله البنات والله العادم ورعت وحشاتكم بزيف وكيعجبها نهار كتكون اتحمل الفيديو را كتكون فرحانة بنسبة لبنات هذيك اللي لابس الجنات راية فوطة كما تشوفوها كذا كالعنقضية لشويها وادرة ماشي لبسا فوطة كما تشوفو البنات دورت الجيهة الجيهة الاخرى يعني ما كبقاش حدا جانب الاذن هذي كنرجعها لجانب الاذن اخر يعني كما تشوفو معي راس صورة واضحة را ما كنعرفش نشرح بالضبط بحالا كذا خاصة مثل الباتشا كنجي الباتشا وكنتلف بالشرح كما كنتم شفتو معي وكن عوضوا اللفو يعني عوض ما كنكونو فاد الاتجاه كاللفو الشعر الاتجاه الاخر كثما كتلاحظو معي دبا ما بقيتش جباه دا كالوات لسهد المرات كالوات لانا الشعر بدك يرتاب بدك يتطلق محتاش نلويهم بزاف وكنم بدون مرة 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 نزيتو الشعر القيناه باقي محتاش زيت او لاي سيروم عندك البنات انا كنستعمل اغلبية زيت اللوز حتى السيرومات ان شاء الله را تساله وليا غنشريهم ونشاركهم معاكم كما تشوفو لفينا وعلى الج رجيها الاخرى حتى ايا خليها ثلاثة ساعات او لسات ساعات البنات انا انا خليت لغي جوز ساعات جوز ساعات ما بقاش الوقت والليل ووجهها النعاس اه صافي اه ربديت ليها معطلة احتى تقريبا شي احتى الاشي عضغسلت ليها انا المهمة البنات كما كنتشوفو معي هادية طريقة كنشبروا عيد استروال وكل ووجوج دا المرات كما شفتوا معي رجيلات ديالو وعاد كنتبتو تقدروا انتو متعوطوها مزيان البنات الي كنتوها قد تخليوا قدام الازواج جيالكم او لا تخرجوا بها في الايامات العادية طبيعة الحل ماشي في العيد كيف ما شفتوها البنات كتبقى هاقداراسيا وما كاتفات ما تشي حاجو كتب تعطي نتيجة مزيونا في الباتشا موما البنات كيف ما كنتشوفو معي جنة راية كتعشا انا البنات زولت الصوت اه وزربتو لي باش الفيديو مايجيش طويل بزاف لان الفيديوات كيجو طوالين بزاف ديكشي علاش البنات كم بقا نزربهم اه باش تستفدو في نفس الوقت اه مايجوش طوالين بزاف موما البنات دا بغ نعملها اه باش هاكو دا ما كيجيش شعر ملبط يعني كيجيش شعر اه من ملقونا ما كيجيش لاسق موما البنات كيف ما غتشوفو معايا هادية الطريقة اللي كنت قلتو لي مفهمتو اش في ديك الباتشا اللي كنت صرحت لكم موما البنات كازين تكرر كنعتادر لي انني ما قدرتش نقدمها لكم قبل العيد كنت وعدتكم بيها اه راني دا بارع مثل مجهودات ديالي ديالي الكاملة باش نقدر نقدمها لكم موما تقدروا تعملوها النهار دي العيد كتكون تعمارا في الصب والعشيك يكون شعر ديالي لكم هاكو دا مطلوق او لف الليل موما هي ها سارية المفعول الماشي غير العيد كتقدروا تحتاجوها على طوال العام فاهمتو لديك شعر اش قلت نزلها لكم اه كيف ما كنت شوفو معايا هنى البنات غذين ناخذ هذه الفق دا الراس يعني الثاج المنطقة الهتاج هن كتلاحظو معايا الابنات هذه هي كتخلي لنا شعر منيفخ ما كتخليش هاولي ان الباتشا كتلبط لك شعر معايا اطبع زوجة من الجلد للراس اذا لم تبدو التحرك من الجلد للراس فأنا نجد أطبع الفترة المترجم من الحائل لدينا شعر صافر ومن المترجم من المجدد ومن المترجم من المحل ويمكنها لاحظة بعض 10% صافر كما نجد ونجد من المشارك ونجد شعر صافر كي لا يجب عليها الدرس الشعر واضحين ويضعون بعض الساعات يجب عليها تجمع درس الشعر في المهم بالنسبة للدوار الشعر ندوره كل مرة بعدها ندورها ويجب عليها الدرس كيف لا تشاهدون بمعي كنت أتمنى أن أشرح لكم مزيان والصورة رهية واضحة وكننا عاودوا نعملون خلالة عكسية يعني بشي من جهة ديال الجبهة من الرأس كيفما كتلاحظوا معي ونجيبوا أي خلالة وشدوا هذه الطاولة ديال الرأس سوف نعملوها دكسار والتقدروا تباتوا بها البناترا ماشي مشكلة قد ما خليتوا قد ما تعطيكم نتائج رائعة وما البنات كيفما كتشوفوا معي أنا ما خليتاش بزاف الجنة كيفما كتشوفوا من بعد ساعة وثاني جوج ديال الساعات أنا ما حسبتش مزيان الحقيقة جو الساعات جو الساعة ونص كيفما كتشوفوا بالنسبة لديك التدرجة البناترا أنا ما خليتها لاش بزاف كيفما لاحظتوا معي وراح كيبشي من بعد يعني ما كيبقاش من بعد وكيمشي وقفت ليل هاضرة موما البنات انتما كيفما كتشوفوا معي البناترا يسمحوا لي هاد اليومين شوية عيانة بديك الغداء ما كنت كنخمل وياميلي كن نعياميلي كن ندرك على راسي بزاف يعني كنعمل شغول بزاف بزاف كن يعني كن نؤثر على راسي بزاف كات عيالي ديك شعلش هاد اليومين ما كنعملكم شو فيديوهات بزاف كان بقى عايب تخمال والله العادة مما نعودش ليكم وعد الوليدات حسنت ليهم حسنت عيال عمران صارحة الله غانشارك معاكم طريقة كيفاش عامل شو في رجاه الناس رجاه الناس وهي ما كتقدرش تخلي ديك جبادات في راسها اما انا ما كرهتش نخليهم ليها وفي الصباح يصبح ليها مسبسب في حل الحرير قد ما خليتوها البنات وقد ما غتعديكم نتائج مزيونة وبصحتكم بصحة وليداتكم بصحة عيدكم وكنتمنى لكم الصحة والسلامة البنات كيف ما كتشوفوا معايا وتقدروا تضيدوا بالنسبة للزيت او السيروم اللي عندكم تقدروا تضيدوا غير شوية 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 بشي ما كيجيش الشعر ملبطه كيبان بانه موسخ او لقدي مش حال ما ما تتغسل البنات كيف ما كتشوفوا معايا اراع في حلقات لكم يا رجاه الناس نسيكي نجاه الناس قولي يا البنات كل في حالي كانت كتب قليل العيد فرحانة وكتحني صراحة ما كنتش كرة تنحني وكسيدة مسكينة لي ماتت الله يرحمه موسي على ضيقات القبور وصبر العائلة ديالها وخالي مسكين ووليداته وبناته وفاد العيد هذا كنتمنى ان شاء الله ربي يصبرهم دكتشي علاش ما حنيت شو ما كان علاقة بصراحة نحني المهم مشي مشكي الله يرزق عير الصحة والسلامة المهم المهم كتشوفوا هاي النتيجة النتيجة غزالة وخا تقريبا انا عمت لهذه الباتشة تقريبا المجموع شسات ساعات ولا هيدا صعفي المهم 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 انا غنعملها ضفيره ضروري كنخلي لضفيره علاش باش مكتش عكليه شعر وكعجب الشعر وكتبقى تلعب به وهادي وانا اللي كانت عدف فالاخر تلغط ان شاء الله العيد وللخلي تفرح به شوي شو نعملها شيط الصيورات انتظر اقل على قصر بتصور بالبان فيما صاف لوقفي شافت واحد العنكبوز ارتيلة عمر النات كما كانت شوفوا معي يارش عار خرج يسالةم اغزال الحمد لله غير جرموها بالطريقة هذي محبت لمكتش اشتركوا في القناة اليوم التي أردت لكم كجي مزيونة وحتى الشعر يبقى رطيطب ومزيون وصحي بلا بلس وشوار بلا حتى شي حاجة موما البنات كانت هذه النتيجة قمت بها معينكم رح يبقى الشعر رطيطب وخفيف وزويون وكنتمنتنا الإعجاب لكم وتجربوها وكننا عاود نقول لكم سبحوا اليومات بقدرش ننزلها لكم قبل راح عرفت ربين على وجي العية أردت وانعود شليكم تخمالوا بزر دي الحاجات والعيام الفوق نوم البنات كان ذو الفيديو اليوم خليتكم راحة واشكم بروكا وعدكم مبارك سعيد ونتلاقا بغضي ان شاء الله إليك تبلع طبحوا لخير يا لايك صافي شافوك عنولا لايك البنات ندير لكم بوفو بروكا بروكا هي كتبت تقول لكم ندير بوفو بروكا انو كناكين بيلتشا بيلتشا زي ما فعلوا الجارة زي ما إلا الحبيب ديالي تصبحوا على خير موح عليكم شحلكة نبغيكم اشتركوا في القناة شكرا